بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج مقاصد القرآن لا شك أن العمل بسنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يمثل مقصدا عظيما من مقاصد القرآن سيما فيما يتعلق بمكانة السنة من القرآن ولابد أن نفرق بين مكانة السنة في القرآن ومكانة السنة من القرآن إذا قلنا مكانة السنة في القرآن فإنما أعني بذلك ما جاء في القرآن من النصوص التي تعزز وتؤكد حتمية العمل بالسنة أو الأخذ بدلالتها أو القيام بحجيتها أما إذا قلنا السنة مكانة السنة من القرآن فأعني دور السنة من القرآن دور السنة من القرآن أنها إما أن تكون بياناً لمعانيه أو مقاصده وإما أن تكون شرحاً لأمر مبهم ورد مبهماً في القرآن وإما أن تكون مخصصة لعموماته أو مقيدة لما أطلق فيه أو مفسرة لما أعجم فهمه على بعض الناس أو مبينة لوجه الدلالة من أجل دفع التعارض بين الحديث الصحيح وبين النص القرآني الذي يكون قطعية الثبوت أو قطعية الدلالة إذن مكانة السنة من القرآن تنحصر في عمل السنة عمل السنة بالنسبة للقرآن وقد تستقل السنة بالتشريع دون القرآن قد تستقل بمعنى كما ورد ذلك في خيبر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر للأهلية فإنها ركس إن الله ورسوله ينهيانكم وأتى بضمير التثنية بعد أن ضم الرسول على الجلالة إن الله ورسوله لم يقل ينهاكم بل قال ينهيانكم ومع أن الناهي لم يصدر من القرآن بل صدر من الرسول خاصة وهذا دليل على أن ما حرمه رسول الله مثل ما حرم الله وهذا ما صلح به صلى الله عليه وسلم في قوله يحسب أحدكم متكئاً على أريكته أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها كمثل القرآن أو أكثر وفي رواية وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ما حرمه رسول الله مثل ما حرم الله إذن التحريم إذن صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمثابة التحريم من الله وإن لم يكن هناك نص من القرآن يفيد ذلك إن الله ورسوله ينهيانكم ففي خيبر حرمت الحمر الأهلية في خيبر حرم الذهب على رجال الأمة دون إناثها وحرم الحرير أيضاً هذا مما استقلت به السنة مما استقلت به السنة فإذن قد تكون السنة مخصصة ومقيدة وناسخة وهذا أمر فيه خلاف بين العلماء وقد تكون مستقلة بالتشريع وإن لم يكن في القرآن ما يدل ولذلك نقول لهؤلاء الذين يرفضون العمل بالسنة ويقول يكفيين القرآن هؤلاء الذين أسمعوا أنفسهم بالقرآنيين نقول لهم لو علمتم مكانة السنة من القرآن لما جازفتم بذكر هذا الادعاء فأنت لا تعرف حدود الصلاة ولا كيفيتها ولا صفتها ولا أحكامها ولا كيف تعالج السهوة فيها ولا تدري الأحكام المنتصلة بها ولا تعرف عدد الركعات وكذلك الزكاة لا تعرف الأنصبة الأنصبة في الزكاة ولا تعرف أي شيء يتعلق بأحكام الزكاة إلا من طريق السنة ولذلك دي الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى أمر هنا بطاعة الرسول على الاستقلال في سورة النور وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة زكر الصلاة والزكاة كيف نعرف أحكام الصلاة أو عدد تركعتها أم وكذلك الزكاة وأقيموا الصلاة والزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لم يقلوا أطيعوا الله والرسول بل قالوا أطيعوا الرسول لأننا لا نعرف ما يتعلق بهذين الفرضين من الأحكام إلا من طريق السنة وأقيموا الصلاة والزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فهذا دليل قطعي على أن ادعاء لاستغناء عن السنة أو عن العمل بها يعتبر مجازفة من المجازفات ولا ينبغي أبدا أن نوافق من قال بذلك لأنه مخالف للنص القرآني مخالف للنص القرآني إذن السنة القولية يبقى السنة الفعلية وهي اقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم اقتداء بأفعاله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله وغفور رحيم وتأملت هذه الآية فوجدتها من أقوى الدلائل على قيام التلازم بين الحقين حق الله وحق رسوله في المحبة وبالتالي تدل الآية على قوة التلازم بين الحقين في جانب الاتباع في جانب الاتباع إن كنتم تحبون الله فعين الشرطة في جانب الله وعين الجواب في جانب رسول الله لم يقل إن كنتم تحبون الله فاستجيبوا له أو إن كنتم تحبونني فاتبعوني أو إن كنتم تحبونني أو إن كنتم تحبون رسول الله فاتبعوه بل قال إن كنتم تحبون الله فجعل الشرط متعينا في جهة الله والجواب متعين في جهة رسول الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله يحببكم هو جواب لجواب الأمر أو لجواب الشرط جواب لجواب الشرط لأن الشرط له جواب وهو قوله فاتبعوني وهذا الجواب فعل أمر يحتاج إلى جواب آخر وهو قوله يحببكم فلم تكن محبة الله لنا نتيجة لمحبتنا لله بل كانت محبتنا أو محبة الله لنا نتيجة أو لا تصدق إلا على ما يصدق عليه الشرط ما يصدق عليه الشرط هو الاتباع لم يقل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله لا بل قال فاتبعوني إذن هذا هو القيد فاتبعوني يحببكم الله أي أن محبة الله لنا مترتبة على الاتباع وليست مترتبة على ادعاء محبتنا لله سبحانه وتعالى هذا أمر من تأمله يعلم أنه لا مفر من وجوب العمل بالسنة والأخذ بذلالتها والاحتجاج بها قل إن كنتم تحبون فاتبعوني فجعل اتباعه واسطة عقد بين محبتين محبة من العبد لله ومحبة من الله للعبد فكان اتباعه شاهدا على تحقق محبتنا الله وعلة في تحقق محبة الله لنا هذا فيما يتعلق بالعمل بسنته الفعلية ثم تأتي السنة التقريرية وشاهدها من القرآن وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى إذا شاهدوا العمل بالأقوال أطيع الله وأطيع الرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم شاهدوا وجوب العمل بسنته الفعلية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الشاهد في وجوب العمل بما قره أو بتقريره وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الشاهد في السنة الرابعة والتي تتعلق بصفته وخلقه أخلاقه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فهذه الآية تعتبر شاهدا على وجوب العمل بما عرفناه من هيئته وسنته أنا لا أعني بالهيئة الهيئة الخلقية إنما أعني بالهيئة الصفة الخلقية التي مكتسبة لكن كون النبي كان ربعة وكان أو أطول من المربوء وأخصر من المشذب وكان وجهه كذا وريحه كذا هذه صفات خلقية لا يجوز اكتسابها ولا يصح اكتسابها إنما نكتسب ما كان لنا فيه أسوة وهو التزامه عليه الصلاة والسلام بالعمل بكل ما هو من صفات الكمال وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين